لا تزال المناطق المحررة تسير في طريقها نحو الرقي والتطور مهما تجمع خصوم ثورة السورية المباركة لمحاولة وادها وسيبقى الأمل بالنصر نبراسا يضيء ذلك الطريق في هذا اللقاء من ثورة أمل التقين الدكتور سامر قباع رئيس جامعة الشمال الخاصة والتي تعد من أبرز الصروح العلمية في المناطق المحررة ابقوا معنا لنتعرف أكثر على جامعة الشمال بداية برحب بك دكتور سامر شكرك على قبولك لحضور لصدرات الثورة حياكم الله حياكم الله دكتور يعني إذا نبدأ حديثنا أو رقائنا لهذا اليوم متى تأسست جامعة الشمال الخاصة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم بعد الصلاة على النبي تأسست جامعة الشمال الخاصة في عام 2015 طبعا كانت تحت مسمى جامعة إكسفورد في عام 2015 وفيما بعد تم دمج جامعة روما مع جامعة إكسفورد وتم تسميتها في عام 2018 جامعة الشمال الخاصة نعم طيب يعني لو تعمقنا قليلا في أهداف والغاية من تأسيس هذه الجامعة ما هي أهدافكم؟ طبعا أهدافنا من تأسيس جامعة الشمال الخاصة الآن أو منذ التأسيس كان الهدف الأول هو يعني إعادة أبنائنا الطلبي إلى المقاعد الدراسية بعد انقطاع طويل في فترة الثورة السورية طبعا بسبب ظروف كانت تمر بالمنطقة الهدف الآخر صراحة هو أنه نبني جيل أو نهيئ جيل نعجي لكي يستطيع بناء المحرر بنفسي بدون أي مساعدات خارجية ولكي نسبت للعالم صراحة الهدف البعيد هو أن نسبت للعالم أننا كشعب سوري نستطيع العيش بمعزل عن أي قوة ظالمة في العالم صراحة أو عن نظام الذي كان يراهن أنه لن تنجح الثورة السورية طبعا النظام كان يصف الثورة السورية الثورة الجهل نعم نريد أن نثبت له أنه لا الثورة السورية هي ثورة علم ثورة محبة ثورة سلام ثورة بناء وليست ثورة تهديم ولا قصف ولا تهجير نعم والناظر طبعا للواقع الذي يرى اليوم بعد 11 سنة نعم يرى الفرق ما بيننا وبينهم نعم الآن دكتور نتكلم يعني أنتو كمشروع كجامعة الشمال الخاصة يعني لابد لأي مشروع من وجود معويقات ومصاعب يعني ربما وجهته في بداية مشروع ما هي المصاعب التي وجهتكم أنتو كمشروع؟ طبعا في البداية كانت المصاعب كثيرة عندما استلمنا أو بدأنا ببناء الجامعة كانت هناك الأمر الأول ليس هناك بناء للجامعة بناء خاص بها الأمر الآخر قلت الكوادر التدريسية والأمر الأصعب أنه الناس لم يكن لديها ثقة في البداية بموضوع الجامعة الجامعة هي بالنسبة للأهالي أو بالنسبة للطلاب هي اعتراف سياسي ولكن نحن صراحة نسعى للاعتراف العلمي لا يهمنا الاعتراف السياسي يهمنا أن يعترف فينا العالم علميا وليس سياسيا والحمد لله بفضل من الله اليوم يرى الجميع في المحرر أن جامعة الشمال أصبحت أنا دائما أطلق عليها منارة الشمال صراحة الكن كبناء هي منارة ككوادر تعليمية أيضا من أفضل الكوادر التعليمية الموجودة في المحرر بفضل من الله عز وجل بعد ثلاث أو أربع سنوات من المعاناة صراحة حتى استطعنا أن نكمل هذا الأمر كمخابر تعليمية أيضا من مخابر جامعة الشمال مجهزة بأفضل مخابر مع العلم في البداية كنا نفتقر لأضعف المقومات اللي كان في المخابر العلمية أو الكوادر التعليمية أو حتى الناس الموظفي الإداريين كان أعدادهم قليلة الأمر الآخر في عام 2015 لم تكن هناك جهة تنظم العمل صراحة لم يكن وجود لمجلس تعليم العالي أو مثلا وزارة تعليم العالي الآن اليوم بفضل من الله وزارة تعليم العالي أو مجلس تعليم العالي قاموا بتوجيه الجامعات إلى الطريق الصحيح من نهاية الإنشاء من نهاية تجهيز المخابر من نهاية اليوم يفرض علينا الاختصاص الدقيق دليل على ذلك أن اليوم لدينا كوادر بفضل من الله عز وجل كوادر كثيرة فحتى الاختصاصات الدقيقة اليوم توجهنا وزار التعليم العالي ومجلس التعليم العالي لأعطاء المادة لصاحب الاختصاص الدقيق ليس كالبداية في 2015 نفتقل للكوادر وما كان في عنا فكان وناس غير مختصين يستطيعون أن يدرس ولكن اليوم بفضل من الله المختصين فقط فلو ذهبنا اليوم لجامعة الشماء نشوف أكثر من عشرين شهاد الدكتوراه ما بينه مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ حتى درجة البروفيسور أكثر من أربعين ماجستير تخصصي إجازات أيضا أكثر من أربعين أو خمسين إجازة ضمن المخابر العملية الكوادر الإدارية أكثر من ستة وأربعين إداري في البداية كان عندنا إداري أو اثنين أو ثلاث لا أكثر اليوم بفضل من الله فبفضل من الله الكوادر كاملة ونسعى للأفضل إن شاء الله طيب الآن تتكلمت من الصعوبات اللي هي ثقة الناس الآن يعني بعد يعني تقريبا سبع سنوات على انطلاق الجامعة كيف الآن ثقة أهالي المناطق المحاربة بهذه الجامعة بفضل من الله ثقة كبيرة جدا يعني حتى أنا أرى في آمن الأخيرة حتى من جامعات النظام تطلب أن تنتقل إلى جامعتنا لإكمال الدراسة بعد أن رأوا وسمعوا عن جامعات المحرر وكوادر المحرر فبفضل من الله حتى من مناطق النظام يأتينا طلاب للتسجيل في جامعة الشمال الخاصة وحتى في جامعة إدليم فالثقة اليوم بإذن الله جيدة جدا الآن ممكن سؤال خطر لي يعني لماذا تم اختيار يعني منطقة سرمدة في البداية عندما تأسست هي تأسست في سلقين في مدينة سلقين فيما بعد اختيرت مدينة سرمدة أني وجدوا بناء مناسب كان بناء مستأجر وليس بناء الحوالي فوجدوا هذا البناء وممكن بعض الكوادر من سرمدة أو بعض المالكين أيضا ربما أيضا ومنطقة سرمدة هي منطقة استراتيجية صراحة يعني تقع في الوسط اليوم فهي تخدم جميع أبنائنا في المناطق المحررة طيب الآن لو نتكلم لو ندخل بهيكلية الجامعة نتكلم عن الفروع ضمن جامعة الشمال طبعا الكلية خلينا نقول الأهم في جامعة الشمال اليوم هي كليت الصيدلي بكوادرها ومخابرها يعني كوادرها اليوم في كليت الصيدلي دكتورات الصيدلي الوحيدة الموجودة هي في جامعة الشمال وجميع الدكاتر الموجودين اختصاصيين كل دكتور في اختصاصه خلينا نقول هي الكلية الأساسية وأنشأنا فيها مخبر للأبحاث ومخبر لرقابة الجودة في كليت الصيدلي على مستوى المحرر بفضل من الله يعني معظم المعامل الدوائية اليوم تجري تجارب على منتجاتها في جامعة الشمال وفي مخبر أبحاثها قفزة نوعية في تاريخ المحرر نعم بفضل من الله عز وجل عنا الكليات الباقية هي كليت الهندسة المعلوماتية أيضا من الكوادر المميزة فيها كليت العلوم السياسية اللي هي الكلية الوحيدة صراحة في المحرر اليوم كليت العلوم السياسية ونخبة الأسادزة والطلاب صراحة في كليت العلوم عنا كليت العلوم الإدارية كليت اللغة الإنجليزية أو قسم اللغة الإنجليزية أيضا من الكوادر المميزين في العلوم الإدارية واللغة الإنجليزية طبعا بالإضافة إلى المعاهد الطبية هي معهد التحليل ومعهد التخدير ومعهد الصيدلي وافتتح بعض المعاهد الجديدة طبعا أريد أن نوهني معهد التخدير أيضا من المعاهد المميز جدا هو مخبر التحليل لدينا وطبعا كليت الصيدلي هي المعاهد الصيدلي تابع لكلية الصيدة أيضا أفتتح معهد الإرشاد النفسي حديثا وأعتقد هو المعهد الوحيد أيضا في المحرر فبفضل من الله نسعى جاهدين لتأمين كل ما يهم أبناءنا الطلبي نعم بإذن الله لأننا تكلمنا عن نوعية الكوادر الآن الكوادر في كل كلية أو في كل اختصاص هل لديكم اكتفاء في عدد الكوادر أم لا يزال هناك نقص لا يزال نقص ولكن الأعداد الموجودة اليوم تغطي الحاجة ولكن نسعى للأفضل للمستقبل بسبب ازدياد الإقبال يعني قلت لك في البداية كان ما في ثقة بالدراسة في جامعات المحرر اليوم بفضل من الله يعني أعطوه للأعداد مكتمدي فنحن بحاجة إلى كوادر لتغطيط ما يأتي في المستقبل إن شاء الله طيب الآن يعني كعدد طلاب في جامعة الشمال الخاصة كم يقدر عدد طلاب؟ عدد طلاب تقريبا ألف ومئتين وثلاثين طلاب تقريبا ما شاء الله يعني هذا العدد هل هناك مشاكل لوجه الطلاب في هذه الجامعة؟ لحد اللحظة ما في مشاكل يعني من أي ناحية المشاكل يعني ممكن ربما يعني هناك ناس تأتي من إدلب أو من أرياف إدلب يعني ربما يجدون مصاعف في التنقل هل يوجد شركة خاصة تقوم بمهمة نقل الطلاب من وإلى منازلهم؟ طبعا تخدم طلاب بشكل جيد بفضل من الله نعم الآن يعني دعنا نتكلم بشيء من التفصيل عن الأقصاط يعني أقصاط الجامعة هل يعني باستطاعة أهلنا أو يعني طلابنا اليوم في المحرر يعني دفع هذه الأقصاط؟ يعني الأقصاط هي صراحة درست على كما تعلم حضرتك أن في بعض الكليات لها مصاريف زائدة لها كلفة تشغيلية فالأقصاط التي وضعت هي على أساس الكلفة التشغيلية للكليات معها مش ربح بسيط صراحة ليس هو بالربح يعني لو قارننا اليوم جامعاتنا في المحرر في جامعات في عهد النظام الفرق كبير جدا صراحة يعني أنا أذكر في أحد الجامعات لن أذكر اسم جامعة سابقا كان قصة الطالب مثلا سبعة آلاف دولار في كلية الصيدة اللي هون في سوريا فاليوم المبلغ الذي يؤخذ في جامعة الشمال هو صراحة لا يذكر أمام هذا المبلغ ودرس على مبدأ الكلفة التشغيلية لكل كلي فأعتقد أن الأقصاط مدروسة بشكل دقيق نعم طيب الآن يعني لو تكلمنا كجامعة شمال خاصة ما الذي يميزها عن باقي الجامعة قلت في بداية حديثي أنا لا أقلل من شأن أي جامعة موجودة في المحرر على العكس أي جامعة في المحرر هي نواة صراحة للعمل هي منارة للعلم ولكن ما يميزنا إصرارنا على التمييز صراحة نحن اتخذنا شعار منذ البداية اسمه معا نحو التمييز ونحن مصررين على التمييز وتكلمت في البداية عن موضوع مخبر الأبحاث ومخبر الجودة والكوادر التي نستقطبها من كل مكان فهذا ما يميزنا حتى ما خبرنا بفضل من الله عز وجل يعني نسعى لأن تكون الأفضل نعم بإذن الله طيب رأينا منذ الفترة القريبة الماضية يعني حفل تخريج عدد من طلاب الجامعة لو نتحدث بشيء من التفصيل عن هذا التخريج نعم هو حفل التخرج الأول الذي قمنا به مع العلم أنه فيه خريجين قبل هذا العام ولكن كان ممكن يكون لم تكن الظروف مواطية لإقامة حفل التخرج لأبنائنا الطلبة نعم ونعتذر منهم على الهواء مباشرة اللي ما قمنا بتكريمهم والاحتفال به طبعا خرجنا أكثر من 118 طالب بفضل من الله من كليات مختلفة وما يميز أو ما أثار انتباهي التفوق أو العلامات اللي حققتها الطلاب والتقدم الملحوظ ومعدلاتهم بفضل من الله يعني هذول الدفعات أكثر الدفعات اللي عانوا صراحة يعني هني كانوا وقت القصف وقت التهجير خلينا نقول أوقات النزوح ولكن بفضل تصميمهم وإرادتهم حصلوا على درجات عالية وتخرج أكثر من 118 طالب طبعا من كليات مختلفة كلية الصيدة للمعلومات لكلية الطب البشري أنا لم أذكر الطب البشري أني تم أغلاقها في جامعة الشمال كلية الطب البشري ولكن هي أحد كليات الشمال لو نتكلم يعني ما سبب أغلاق الجامعة؟ سبب أغلاق كلية الطب البشري هو عدم وجود مشفى جامعي صراحة الطبيب البشري إذا مارس الطب السريري فرح يكون فيه نقص صراحة فكانت رؤية مجلس التعليم العالي ورؤية أن يجب أن يكون هناك مشفى جامعي وللأسف لا يوجد مشفى جامعي في جامعة الشمال فتم نقل الطلاب إلى المشفى الجامعي في إدلب مشكورين طبعا جامعة إدلب ومشفاهم الجامعي يعني أهل المبادرة وعب يتخرجوا اليوم تخرج أول دفعة منهم مع الطلاب اللي تخرجوا والباقين يمارسون حياتهم العلمية في مشفى إدلب الجامع طب الآن دكتور يعني بيختبوا معك اللقاءنا بكلمات توجهها للطلاب في جامعة الشمال الخاصة طبعا أنا طلاب جامعة الشمال كل طالب من طلاب جامعة الشمال أعدوا أحد أبنائي فأتمنى لهم التوفيق أولا الأمر الآخر اللي بطلبوا منهم كأب وليس كرئيس جامعة أن يكونوا فعلا هني سفراء لجامعة الشمال في كل مكان أنا أفتخر وأنت بشوف في صيدلية يعمل صيدلاني درس في جامعة الشمال أو في مخبر تحليل أو في مشفى فأنا بطلب منهم يكونوا هني سفراء لجامعتهم أولا وسفراء لمناطقهم المحررة بأخلاقهم بعلمهم ويكون حرصا على استمرار ثورتهم لأن الثورة صراحة أنا حاولي بس هيك أحكي كلمة الثورة قدمتنا الكثير البعض يقول أنها ثورة تهجير أنها ثورة قتل أنها ثورة ولكن أنا أقول هي ثورة عزة كرامة قدمتنا خلال عشر سنوات الكثير فاليوم اليوم حالي وقت إفاء الدين يجب أن نوفي نوفيها حقها وإفاء دين الثورة هو أن يعمل طلابنا بعلمهم بأخلاقهم وأن يتابعوا دراستهم بحيث نغطي هذه الكوادر اللي كنت من شوية أقول أننا بحاجة إلى كوادر لسا في المستقبل بإذن الله تعالى فأتمنى لهم التوفيق والنجاح بإذن الله أيضا يعني ما يسعني في نهاية هذا اللقاء لأن أشكرك الضيفي العزيز الله يحفظه حياكم إذن متابعين الكرام كان هذا لقائنا مع الدكتور سامر قباع رئيس جامعة الشمال الخاصة وتعرفنا معكم على هذه الجامعة بشكل مفصل انتظرونا في لقاء جديد من برنامج تورة أمل مع مشروع جديد بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته